السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدعى العام الأردني ينتصر لفتى الزرقاء ويسند للمتهمين جريمة خطيرة في خطوة جديدة باتجاه تحقيق العدالة فيما يعرف بقضية فتى الزرقاء التي هزت الأردن أسند مدعى عام محكمة أمن الدولة الأردني للمتهمين تهمة القيام بعمل إرهابي من شأنه زعزعت أمن المواطنين وكان مدعى عام الجنيات الكبرى قال أن 16 شخصا متورطين في الحادثة التي هزت الأردن واحتم تحولها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة حق النظر في مثل هذه الوقائع التي تروع المواطنين وتهدد سلامة المجتمع وتعرض أمنه للخطر وعقب الحادث مباشرة أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعلاج الفتى فيما وصفت الملك رانيا الاعتداء بأنه جريمة قبيحة وسمحت السلطات الأردنية يوم السلساء لوالد صالح بزيارة ابنه الذي يتلقى العلاج بالمستشفى وجاءت الزيارة بعد مناشدة الضحية للعاهل الأردني الإفراج عن والده والمسجون إن شاء الله النصر قريب وإن شاء الله كل متهم هياخد حقه من العقاب طالما فيه بلد فيها عدالة إن شاء الله حقه هيرجع وحق كل مظلوم لا تنسوش بقى الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر